تشك دورة العنف على اكتمالها بسبب إصرار الميليشيا على المضي في مسار الحرب حتى الرمق الأخير من صبر اليمنيين وجلدهم بمقاومة الحرب وآثارها يتساءل اليمنيون اليوم أكثر من أي وقت مضى عن مصيرهم وما ينتظرهم بفعل طيش الميليشيا التي بدأت حربها برفع أصواتها النزقة للمطالبة بضم جيزان وعسير ونجران كمحافظات يمنية وهي اليوم تقف على أرضية مفككة تتقاسمها المشاريع الصغيرة وتلوح في أفوقها حرب مستمرة قائمة على الفيد والغنيمة وتجارة الحرب رغم الأمان التي عقدها اليمنيون على مشاورات الكويت ولأسبوعها الرابع تسير في سياق الفشل نتيجة إصرار الوفد الإنقلابي على المضي بالبلد إلى حافة الانهيار الشامل فخلال عام أهدر الإنقلابيون الاحتياطي النقدي الذي تجاوز أربعة مليارات دولار تاركين البلد على شف انهيار اقتصادي بدأت مؤشراته بالعملة الوطنية التي تتراجع بصورة مخيفة أمام العملة الصعبة ويتراجع الاحتياطي النقدي في البلاد إلى مائة مليون دولار ليضع البلاد في مرحلة الانتظار للكارثة الوشيكة يخشى اليمليون ما هو أبعد من ذلك فانهيار الوحدة الوطنية ودخول البلد في صراعات جانبية قد لا يمكن معالجتها حتى ان تعافى الوضع المعيشي في البلاد الانهيار الاجتماعي وتدمير الحياة السياسية والانهيار المؤسسي المتمثل بتجريف مؤسسات الدولة والإجراءات الانقلابية التي دمرت الحد الأدنى من المعايير المؤسسية وما صاحبها من نهب منظم لموالد الدولة من قبل جماعة أورثت كل هذا الجحيم على اليمنيين بعد الانقلاب على الدولة يحتاج اليمنيون لما هو أبعد من معالجة الأزمة الاقتصادية والآثار المباشرة للحرب لكنهم بالضرورة يحتاجون أولا لإيقاف الحرب التي كانت فاتحة الانهيار العظيم الذي غير مجر حياة اليمنيين وربما إلى الأبد